عودة إلى الخبر الأبرز في نشراتنا حيث ألتقى السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبيا رئيس دولة الإمارات محمد بن زيد وصالح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين والتي تنعكس على تنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية أضف المتحدث الرسمي أن لقاءتنا ولا سبل تعزيز العلاقات السنائية على مختلف الأصعيدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار أوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث توفق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة كما تطرق اللقاء إلى التبحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والذي تصدفه دبي نهاية العام الجاري وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة كوب 27 بمدينة شارم الشيخ والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية